السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب كل سنة وحضراتكم طيبين النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجة حلوة وسهلة وسريعة هنعمل مع بعض وربات الجلاش ان شاء الله التراتي اعجبكم ما تنسونيش باللايك بقى ويالا بينا نصلى على النبي عليه افضل صلاته والسلام ونبدأ كده مع بعض ونشوف عملناها ازاي اول حاجة هنبدأ فيها الشربات معير الشربات معانا كبايتين سكر وبنفس كباية ان عيرت بيها السكر هعير بيها الميا معينا برضو كبايتين ميا تمام كده وبعد كده هضف عليها معلقة عسل كولوكوس دي بقى اختياري براحتك خالص هرح جاية حطاها وهسيبها بقى تغلي على نار عليها واول ما يبدأ يغلي معايا رح جاية عصر عليها نص لامونة وهسيبه يغلي لمدة عشر دقايق وبعد عشر دقايق هطف على الشربات وحط له الفاليريا اخر حاجة تمام كده الشربات بتاع الجلاشة بتاع الجلاش بيبقى وسط ولا هو تقيل ولا خفيف السمك بتاعه بيبقى وسط حلوة اوي كده تمام وحطينا الفاليريا اهو وقلبته هجيب بقى حاجة كده هجيبه حطه فيه وهسيبه بقى يبرد معايا تماما ماستخدمهش هو سخن كده تمام يلا بنا نشوف الخطوة اللي بعد كده دلوقتي هنا معانا ايه نص كيلو لبن النص كيلو لبن هحط عليه تلات معايا كبار نشا بالمعلقة كبيرة وهضيف عليهم كمان تكاية حلوة قوي بتخلي الكريمة فعلا طعمها طحفة وجربيها هنحط معلقة كريم جانتي هروح هجي حطها معلقة واحدة بس على نص كيلو تمام كده وبعد كده بقى هجيب المضرب وراح هجي دربهم كويس جدا كده عشان النشا والكريم جانتي يدوب كده في اللبن وهحطه على نار علي او ما يبدأ يمسك معنا بالشكل الجميل ده شايفاتي ايه ازاي هروح هجي انطفية عليه النار وبعد كده هحطه في الطبق كده عشان يبرد معايا تماما عشان مش هينفع استخدمه وهو طبعا ايه وهو سخن كده تمام هنسيبه يبرد خالص طبعا مش دفناله سكر وردفناله اي حاجة تانية تمام يلا نشوف الخطوة اللي بعد كده هنا معنا نص كيلو جلاش انا جبته كده بالشكل ده اللي هو بقى السايب ده موجودة عندي برضو بتوع الرؤاء والكلام ده هعمل ايه تلوقتي اللفة تلعت معايا اتنين وعشرين ورقة اه هاخد بالنوم نصهم هاخد حداشر وهسيب حداشر عشان خاطر ايه انا هعمل ايه ان شاء الله على مرتين فانا خدت حداشر ورقة هون وهسيب حداشر تانية بس الطريقة الاصلية بتبقى البكتة اللي انت تعمليها لوربات الجلاش بيبقى اتناشر ورقة تمام اتناشر ورقة انا بقى هعمل حداشر نقصت واحدة بس ايه من اللي انا هعمله النهاردة معاكم هعمل ايه بقى هدهن ورقة وحط ورقتين فوقيها وهدهن ورقة جلاش تاني وحطه فوقيها ورقتي يعني بين كل ورقة من كل ورقتين هدهن ايه مرة زي ما انت شايفة كده هفضل ادهن كده لغاية ما خلص الحداشر واحدة بعد ما خلصت الحداشر ورقة جلاش هبدأ باب نسطرة كده هاخد كل خمسة سنتي هرجاء قطع الجلاش كده او زي ما انت شايف كل خمسة سنتي بالطول واقطع تمام او سهلة جدا بالمسطرة هتقدر تزبط ايديك وتقطعيها مزبوطة هاخدها كامب العرض كمان برضو كل خمسة سنتي برضو هتجدها ايه قطعة او سهلة جدا 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 فهاش اي حاجة صعبة بجد اسهل وصفة اهو احلى وصفة فعلا انت عمها طحفة جدا كده خلاص خلاصت الكمية بتاتي كلها هنعمل ايه بقى تلوقتي هروح جاية بقى جايبة الكريمة حطها جوه الجلاش زي ما زي ما هو ولا طلعت منه ولا ولا عملت اي حاجة زي ما هو اللفة كده على بعضها الباكت كده على بعضه هروح جاية حطة جوه الكريمة ورح جاية قفلة كده بس شكرا هي كده تمام وزي الفل مش هتعملي اي حاجة تانية تمام كده انا بقى خلص الكمية كلها بتاعتي كده بنفس الشكل وهعمل معكم طريقة تانية برضو هوريها لكم انت حابة دي او دي براحتك جبتي برضو الحداشة وورقة تانيين اللي كنت سايباهم وبرضو بدأت تقييس برضو كل خمسة سنتي رح جاية ايسا اهو تمام هقيس برضو بالمسطرة وقطع عملت بالطول اعمل بالعرض برضو كل خمسة سنتي رح جاية برضو ايه مقطع برضو كده مكعبات هفصة بقيس اهو بالمسطرة المسطرة احسن حاجة تزبط لك الدنيا تمام حلوة اوي كده خلاص خلصتها خلاصة هو تمام هنشوف بقى هنعمل ايه بقى هاخد بقى اول كده بكت كده على بعضه وهدهن ورقة وحط في اه ورقتين وارجع ادهن ورقة وحط في اه ورقتين الترقتين همت اللي انت حابات اعمليها اه دي سهلة ودي سهلة بس طبعا الاول ناكت اسهل اكتر دهنتيهم مرة واحدة وخلصت على طول ها بصي بحط كده ورقة جاية دهنة بس كده انا حبيت بس ورقة ورقتين برضو الوصفة اللي انت حاباها والطريقة اللي انت حاباها تعمليها ماشي وتحط جواك كريمة وتقفليها وخلاص جبت بقى الصينية بتاعتي وروحت جاية حطة بقى هنا الجلاش واربطة الجلاش هنا كمية وهنا كمية وطعم في صينية تالتة تمام وادهنهم بقى كده ايه بالسمنة سمنة بلدي اه سمنة على زبدة براحتك وحطهم في الفرن على درجة حرامية وتمانين وكنت مشاغاها النار من فوق ومن تحت اول لما طلع معايا بالشكل الحلو ده طبعا الشربات برد معايا والجلاش سخن روحت جاية على طول سقيا بصي ما شاء الله عليه بجدي شكله طحفة طحفة والكريمة من جوة كده بصي هو كريزبي من بره ما قرمش كده من بره وطري من جوة لا بجدي طحفة يا جامعة وطريته سهلة وبسيطة ما خدش وقت خالص كله على طول على طول كده في السريع ما خدش وقت انا بقى نصحك تعملي الطريقة الاولنية الاولنية الطريقة حلوة قوي الطريقة التانية دي لا صعبة محبتهاش انا عن نفسي محبتهاش انتي براحتك بقى حبيتي هتعمليها يا رب الطريقة بتاعتي تكون عجبتكم النهاردة سهلة وسريعة وبصي ما شاء الله شكله طحفة فعلا وجميل جدا انا عايز بقى تزوقيه بقى اي حاجة تانية عايز حطي بقى مكسرات تحطي فصدق تحطي تحطي براحتك خالص دي حاجة بقى بتاعتك انتي بقى انا بصها واريك كمان الظهر بتاعه شايفة الظهر بتاعه طحفة ازاي اهو الوش والضهر ماشى والله الاتنين زي بعض هجيب بقى شوية سوداني انا مكسره وهروح جاي بقى ايه رشه على الوش كده يديه له بس شكل كده بس هو مش محتاج يعني هو شكله زي الفل ومش محتاج اي حاجة مش محتاج اللي غير انه يتاكل بس تكليه كده يا سلامة ما قولكيش بقى اهو رح جاي حطة كده بس كده ايه رأيكم بقى بجد حاجة كده طحفة زي الفل يا رب الطريقة بتاعتي الكون عجبتكم النهاردة ما تنسونيش باللاك باللاك عليكم مش كل مرة قولكم باللاك عليكم وتنسوش اللايك بتنسوش اللايك باللاك عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة